أهلا بكم في محورنا الثاني أتحدث فيه عن قمة العشرين اقتصادياً وسياسيين كيف نقرأ هذه القمة وما هي عن عكاساتها أرحب بدوف الكرام في هذا المحور الأستاذ زيان زواني عن محل اقتصادي مساء الخير أهلا بك أهلا بك وأرحب عبر الهاتف في المحل السياسي بأستاذ مبارك العاتي أستاذ مبارك مساء الخير مساء النور لك وظيفك الكريم ومساء شاهديك الكرام أبدأ معك أستاذ مبارك وأسمع منك وجهة نظرك سياسياً بقمة العشرين تحديداً مع غياب الرئيس الصيني والرئيس الروسي عن هذه القمة بالفعل كانت هذه القمة مهمة جداً ورغم أهميتها إلا أنها سجلت غياب الرئيسين الصيني والروسي لكن ذلك لم يؤثر على انهقادها ولا على الزخم الكبير الذي صاحبها والحضور الباهي الذي متله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحضور العربي بشكل عام ناهيك أيضاً عن الاتفاقية المهمة التي وقعت بين المملكة والواتفة الأمريكية والهند والتي تمثل حقيقة نقلة نوعية في التعامل ما بين الدول أعتقد أن السعودية ومع المجموعة العربية تمكنت من استثمار هذا الزخم العالمي وتقديم نفسها كدول لديها رؤية ولديها منهج اقتصادي وسياسي وأضح تسعى لتحقيقه بالوسائل الممكنة برأيك هل من العكسات سياسية للقمة اليوم على العالم أستاذ مبارك؟ غالباً القمم العشرين أستاذ نبي بطبيعة اقتصادية وإن كانت النزاعات السياسية دائماً تطغى على السطح على سبيل المثال اليوم تحفظ الروسي على البيان الختامي وإصرار على أن يقف البيان الختامي معه في الوقت الذي وقفت الدول الأوروبية ضد الرغبة الروسية بمعنى أنه رغم التباينات السياسية والممحكات التي تجري إلا أنها دائماً تخرج بنجاحات اقتصادية وهو الأهم وهو ما تسعى له قمم العشرين دائماً أن تخلق الفرص التي من شأنها أن تجمع الكتل والدول بشكل عام تخلق فرص من شأنها أن تقرب وجهات النظر تمثل خلق وظائف جديدة تنمية اقتصادية نهوض اقتصادي جديد والإبعاد قدر الإمكان عن الخلافات السياسية وعدم التوقف عند الخلافات السياسية لأن ذلك بالفعل سيؤدي إلى تعطيل منظمها عن مهماتها الأساسية نعم أشكرك كل شكر المحل السياسي مبارك العاتي كنت معنا مباشرة من السعودية أهلا سهلا بك وأسمع تقييمك والأثر المتوقع لقمة العشرين على العالم وليوم الغياب الصيني الروسي كان مثال تساؤل واضح حول هذه القمة قدرتها عن نجاح الاتفاقيات توقع الدول هناك دول تستغل الفرصة تنجح في توقيع اتفاقيات تتقدم للأمام اقتصادياً وهذه القمة مرغم أن لها طابع سياسي طابعها الأساسي اقتصادي واقع الحال أن هذه القمة هامة وتؤثر ما يصدر منها من قرارات تؤثر على العالم كله هذه القمة هذه المجموعة تمثل ما يقرب من حوالي من 65% من سكان العالم تمثل ما يقرب من 80% من التجارة الدولية العالمية تمثل ما يقرب من حوالي أيضاً 80% من الناتج الإجمال للعالم فيها سبع دول اللي هم مجموعة السبع فيها خمس دول اللي هم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبالتالي هذه التشكيلة لمجموعة العشرين تشكيلة مهمة وما يصدر عنها من قرارات تمثل اتجاهات العالم الآن غياب الرئيسين الصيني والروسي أسبابها واضحة الروسي واضح للحرب الأوكرانية والصيني أيضاً لديهم مشاكل الصين أساسية مع أمريكا من شان تايوان بشكل أساسي واحد ومشكلة أخرى مشكلة العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي تفرض أمريكا على الصين وخاصة ما سمعناه خلال اليومين الماضيين بخصوص أشباه المواصلات على سبيل المثال أخي محمد أشباه المواصلات أمريكا وضعت عقوبات على الصين ومنعت وصول أشباه المواصلات المواصلات الألكترونية إلى الصين من أي دولة غربية وبالتالي صار هناك ضغط على الصين بهذا المجال من خمس أيام شركة واوي العالمي الصينية وهي أكبر شركة وكانت متقصدة أمريكا أم تحاصرها على مستوى العالم أيضا أطلقت تليفونها المحمول الجديد اخترقت هذا الحصار أنسان واخترقت هذا الحصار الآن كيف اخترقت هذا الحصار من هم الذين خالفوا القيود الأمريكية كيف اخترقته وطورت هل طورت لديها أشباه المواصلات ألكترونية تحل محل الأشباه المواصلات الغربية هذا القرار تزامن مع أيضا الصين منعت موظفين الحكومة الصينية من استعمال آيفون التي أصدرته شركة الأمريكية أبل هذا أدى إلى انقفاض القيمة السوقية لشركة أبل وثمن شركات تتعامل مع شركة أبل بحوالي أكثر من 225 مليار دولار خلال ثلاث أيام وبالتالي الصين لديها ملفات أساسية مع أمريكا ملف طايوان ملف الحصار الاقتصادي ملف أيضا الحصار العسكري التي تقوم به أيضا أمريكا من محاولة تجميع نيتو بجنوب شرق آسيا لمحاصرة الصين بين دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند مثل الفلبين وهذا ما نسمع على الدوان بهذه التحرشات بين الصين وبين هذه الدول إضافة إلى هذا أيضا هناك نحن نعلم أن مشكلة قائمة عمرها عشرات السنين ما بين الصين وما بين الهند من شأن المناطق الحدودية ومنذ أيام الصين استعملت خارطة وضعت فيها منطقة حدودية كما لو كانت منطقة صينية الهند احتجت على ذلك وهاي قبل الاجتماع بأسبوع وبالتالي هذه العلاقات الدبلوماسية ما بين الصين وما بين أطراف رئيسيين بأعضاء في مجموعة العشرين وبالتحديد أمريكا والهند كانت أسباب رئيسية لعدم حضور الرئيس تنجح هذه القمة بغياب رئيسين أم لا؟ القمة تنجح لأن حضور الطرفين موجود ولكن ليس بالتمثيل الأول ليس بتمثيل الرئيسين ليس بتمثيل الرئيس الصيني وليس بتمثيل الرئيس الروسي بوتين روسيا ممثلة في المؤتمر في الاجتماعات والصين أيضا ممثلة وبالتالي عملية التأثير لكن كما نقول في الدبلوماسي الرسالة وصلت بعدم حضور الزعيمين لهذا الاجتماع نعم النتائج على المنطقة بعجالة بدقيقة أهم النتائج بتقديري هي مذكرة التفاهم التي توقيعها ما بين الهند وما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المملكة العربية السعودية لربط الهند مع أوروبا مع الشرق الأوسط بسكاك حديدية وخطوط نقل وخطوط نقل غاز وبترول هذه في منتهى الأهمية وبركتها أمريكا في الاجتماع خلال يومين الماضيين هذا له أثر إيجابي على الدول العربية المصدرة للنفط على الدول العربية من الناحية التجارية وبجوز عنا في الأردن لأنه إحنا كلما تحسنت أحوال الدول حوالينا خاصة الدول العربية الشقيقة في الخليج شبابنا بيشتغلوا هناك حركة التجارة بتزيد وبالتالي هذا نتيجة بتهمنا جدا وبتهمنا أيضا نتيجة أيضا تسامحت المجموعة أيضا تسامح واضح مع موضوع استثمارات النفط لم يضغطوا كثيرا على استثمارات النفط وهذا بينفع الدول العربية المصدرة للنفط جميل جدا ولصالح الأطراف المستهلكة قد تنعكس هذه القمة إجابا بمخرجاتها على المنطقة تحديدا في اتفاق الذي وقعه بما سيكون في ملف النفط أشكر كل شكر المحل الاقتصادي لأستاذ زيانزوان على وجدك معنا الليلة للتعليق على قمة العشرين